السلام عليكم يا اسطير اتمنى تكونوا بصحة جيدة معكم زيادة والسموكر من قناة متسابق للعاب ورجعنا لكم اليوم يا اسطير بمقطع جديد واسطوري بناء طلب الكثير من المتابعين كيف ممكن احصل اطار الكونكر بسهولة شو الطرق وشو الشغلات واي سيرفر العاب كل هاي الشغلات اخوان رح نحكي فيها بشكل تفصيلي وبشكل دقيق باختصار موضوع هيك فيديو خفيف ان شاء الله حيكون لطيف معنا عشرتيام نقدر نجيب الكونكر بطريقة جدا اسطورية بشكل كامل متكامل تابع مع هذا الفيديو اسطوري واتمنى اذا المردو تشوف القناة تدعمني باللايك والاشترك بالقناة عشان نوصل عشرين الف مشترك باقرب وقت ممكن بدي دعمكم الشقاق الاسطوري للمقطع يا حباب القلب وما تقصروا معنا وخلينا نبلش اوكي يا اسطير خلينا يا شباب نبلش الشغلات الاسطورية كيف رح نعمل او نجيب الكونكر بطريقة جدا اسطورية طبعا اول شي لازم يكون عندك شغلتين جدا مهمين اول شي يكون عندك سكواد او يكون عندك سكواد تلعب معه بشكل كامل ويكون السكواد يعني تلعب معه من الزمان عشان تعرف وتأمن عليه صح لانه وقت الكونكر مثلا متلا تلاقيش حدا مثلا او شي بدك تأمن من هسه يكون عندك سكواد وتأمن سكوادك بنفس الوقت يقول لهم انه مثلا بدا حالي لعب على الكونكر هاي شغلة جدا مهمة يا اخوان عن جد يعني بشكل كثير شغلات مثلا بتصير مرات بتلاقيش حدا معك بتصير تلعب لحالك سولو وانت ما بتقدر تدخل سولو بشغلات راح حكيلك عليها ازا انت كنت محاكي طبعا برضو كمان هذا الشرح كمان بنفع لجماعة الجماعة التليفونات كمان يا اخوان عشان اكون معكم صادق الموضوع جدا سهل والله ازا ما انتشايفين يا اخوان السيزن هنا ده الحمد لله جبنا الاطار الجديد والاطار الجديد احلى من الكثير من القديم بشكل كبير اول شي ازا ما حكينا لازم يكون عندنا سكواد وتتفق مع سكواد يكون معك دايما بحيث انك انت تجيب تقريبا حركة تلات ايام ازا اشتغلت صح ولعبت صح ووزعت وقتك بشكل كامل متكامل طيب شو اللي بدي اسوي اه في عندك مثلا ثاني شغلة ازا عندك انت مثلا صاحب توثق فيه صح كثير كويس وتوثق فيه كويس وهذا يعني بقدر انه مثلا تصير انتو تناوبوا على مع بعض هيك مثلا واحد يمسك الصبح واحد يمسك بالليل بشكل جدا سريع يعني الموضوع انه يمسك الحساب بس يدخل الموضوع جدا ايزي بدك تلعب طيب طيب نيشي للشغلة الثالثة خلينا نشوف قديش ضايل لا يخلص التصنيفات سبعتاش خمسة راح يكون منتهي معنا سيزون هاد راح يبلش بسيزون جديد راح يتصفر الكونكر يتصفر كل شي طيب انا بتسعة ايام هدول شو ممكن اسوي اللي بدك تسويه كلاتي اول اشي تروح تحول سيرفرك لكر جي بي تحول سيرفر لكر جي بي تمام فعما تحول راح يرجعك برونز ازا انت ما لعبتش عليه ولا عمرك لعبت على هذا السيرفر ولا اشي بشكل كاميرا راح يرجعك برونز فايش اللي بدك تسويه تخلي اي واحد من صحابك اي واحد من صحابك او انت نزل مثلا اللوع مع التليفون تفتح احساب عادي طبيعي يصير يدخلك جيم تمام عشان انت ما راح تقدر تدخل جيم بالمحاكة حرفيا التليفونات تقدر انك تدخل جيم لكن راح يكون بنجك عالي طيب شو اللي بدك اسوي لازم تخلي صاحبك او اي حدا من اصحابك يكون عندهم حساب ولو تقدر تلعب مثلا يكون حساب يكون فيه مثلا او برونز تقدر تلعب معهم لما تلعب معهم انت يدخلك على سيرفر اوروبا لكن انت النقاط تبعتك راح تنحسب على سيرفر الكار جي بي طيب ازا رحت انا هون يا اخوان زي ما انتشايفين امامكم عشان تكونوا بالصورة نروح هون يا اخوان زي ما اميركا اوروبا هاي روح على الكار جي بي انا لعب الكار جي بي السيزون هاد زي ما انتشايفين لعبت السيزون هاد وجبت الكونكر طبعا فيه قيام كثير لعبتها بدون كونكر يعني هاي اللي قيام بعد الكونكر بكثير عشان بعدين انا حولت لحيث انه كنت ارفع كديو وهيك ونلحكي هاد تمام نرجع لموضونا زي ما انتشايفين امامكم لعبت قيام عادي تمام بعد ما انت توصل مثلا لمرحلة مرحلة القول خلص بتقدر تصير تلعب مع سكوادك الطبيعي تمام لما تلعب مع سكوادك الطبيعي امورها طيبة بصير ترفع لوين دي ارفع راح ترفع اللي بتقدر عليه ممكن بس اقصى حد او اكثر اه اقل اشي ممكن توصل لازم توصل ايس اقل اشي ليش تنوصل ايس بحيث لما يصفر السيزون جديد يا حبيب القلب انه يرجعوك على بلاتين يوم ثلاث هلأ از بترفع على ايس ماستر حيراجعك على بلاتين يوم واحد فكل ما رفعت اكثر بهاد السيزون معك تسعة ايام تقدر ترفع فيهم التسعة ايام لأيس ماستر متأكد وسهل موضوع ايزي تنزل عادي بوش العب لعبك عادي لعب لعبك طبيعي ارجع ارفع 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 فلص لم يجه لأ السيزون جديد راح يكون تصنيفك يكون بلاتين يوم بشكل جدا وسطوري بلاتين يوم ثلاث وتبلش من اول ما يفتح السيزون تبلش انت والسكوادك تكون متفقين انه مثلا السيزون حيفتح بالساعة الفلانية الساعة هاي تروح بتنزل انت وسكوادك وتبلش تشتغل على الكونكر انت اذا انت عن راقة صح طبعا اه في نقطة جدا مهمة عشان تكونوا فاهمين الصورة جماعة التليفونات باخدوا نقاط اكثر من المحاكية يعني لما يلعب مثلا واحد على التليفون راح يكون الكونكر ايزي بالنسبة له او نقاط التصنيف يكون ايزي بالنسبة له طيب اه بس بتقدر انه مثلا تلعب اول السيزون يعني بعد ما تبلش الكونكر جماعة المحاكية لعبوا باش عادي لعبوا بلاتينيوم لعب باش بس ايش باش بحذر يعني مثلا تلعب باش بعدين بتاخد هولد اخر الجيم بحيث انك انت تجيب ونات كل ما تجيب ونات لك لقاط اكثر لانه ستصنيفك صغير فالموضوع جدا سهل يا اخوان طيب هلا بعد ما انت توصل لا لا زي ما احنا بنحكي هلا طبعا كل يوم عشان نكون بالصورة يا اخوان كل يوم او كل يومين بسيزون تبع الكونكر بعلا تمام طيب انا كيف بدي اعرف مثلا قديش نقاطي الكونكر عشان مثلا انا نقاطي مثلا خمس تلاف تمام هلا هون زي ما انت شايفين كاتبين لك ببجي كونكر مينموم بوينتز او اقل النقاط للكونكر تمن تلاف واربعمية يعني تمن تلاف واربعمية لما يكون عندك انت تمن تلاف واربعمية ووشرين او اربعمية واثنين وتلاتين انت هيك بتكون قريب انك انت خلص يعني تقريبا الكونكر عندك لكن ايش رح تصير تلعمل رح تصير تلعب على التصنيف التصنيف هون بوخد اول خمسمية توب خمسمية بوخد الكونكر تمام فانت لازم تلعب على توب بيكون مثلا تلتمية اربعمية بدك تلعب على الكونكر بس تصير تلعب بطريقة جدا نسطورية طيب افرمنا شو موضوع الكونكر وشو لازم نسوي بشكل كامل متكامل اه اللي بعده ايش نحن نسوي بدنا نعمل طريقة لعب طيب عنا السيزن الجديد اخوان زي ما نشايفين اه زي ما احنا عارفين السيزن رح يكون مود قليين وراح يكون في مود انك انت تنزل على دغري وتوخد كارت بعد ما تموت كارت الريفايف بروح من عندك بيضل معك خلص معكش اللي اروح واحدة واز اخسرت رح تبلع سالك اللي بدك تصير تسوي انك انت تصير تفكر عكس اللاعبين كيف افكر عكس اللاعبين مثلا اللاعبين اكثرهم رح تكونوا اول السيزن رح تقول لي رح يلعبوا ويروح على المناطق اللي بعيدة عشان انه يلعبوا بحيث انه يجيبوا القيام انت فكر عكس هم لما انت تفكر عكسهم رح يكون عندك الامور تمام التمام يعني مثلا اه سير مثلا انت وصحابك واحد من الشباب اللي بساعدوك على واحد من الشباب بساعدوك على يكون زي سابورت او يروح يفقد لك الاماكن انت تروح عليها مثلا سيروا امشوا مثلا اطراف الزون يمشوا مع الزون بس بطريقة بعقلانية اه مش عارف كيف راح تشرح لكم طريقة احسن بس بحاول اوصل لكم الفكرة بشكل كامل عندك تلعب بس 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 وحاول لما تنزل المود الجديد اول جيب كلات جيب تلاتة كل اربعة كلام امورة طيبة كمان لما تروح هناك مثلا تقود تكمبر مثلا المكان عشان عشان توصل لطوب عشرة وتجيب الجيم مثلا راح يجيك اكيد بوتات من هاي تخلي اصحابك يخلو لك البوتات كلهم كل ما جبت كلات كل ما عملت اكتر راح تاخد نقاط اكثر فموضوع تقريبا شغل ثلاث ايام بالكثير انضربها انضربها القرز انا نحكي فالموضوع جدا وايزي اخوان هذا ثاني كونكر انا بجيبه لكن كونكر الاول كان كثير صعب انه انا اجيبه كنت بلعب عدوه على الاوروبا كمية الهاكات الله 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 يعلم فيهم اه في اخوان موضوع الكونكر ان شاء الله جدا ايزي بس بده تركيز بدك تكون مركز صح بالجيم اه ما تخلي اي شي شوشك اعني خلي بالك رايق ما تنعجيك ما تخاف اه توترك لازم تخليه صفر يعني عاد يقول لو بلعت ايزي بس ايش تلعب بحذرة تلعب بعقلك مش تلعب باش شي بديك تلعب بعقل اه راح اورجيكم اورجيكم فيديو اه كيف انا انشرت لما كنت هلعب على كونكر كيف انشرت بمكان اما وابو غزالة انشارنا بمكان والحمد لله طلعنا منه يعني لو للشباب فزعونا وهيك كان وطنة فراح خليكم مع المقطة اخوان وشوفوا كيف اللعب مع الشباب كيف كان اه حظمة انه نطلع من هذا المكان كان لساتني اوصل اخر ايش للكونكر خلص اه راح يعني ادخل تصنيف خلص اموري طيبة لكن الحمد لله يعني قدرنا ان نطلع من الموقف اللي خطينا فيه حشرنا حشران مش طبيعية فرا خليكم مع المقطع يا اخوان وهو من كنت انتهينا من نهاية هذا الفيديو الاسطور اللي حبيت انه اشرح لكم كيف اجيب الكونكر باسهل طرق الموضوع سهل جدا اه مفروض انه انزلكم فيديو كيف تلعب تكتيك وهيك لكن اه الوقت جدا ضيق يا اخوان انه انزلكم هيك فيديو فحبيت انه انا اعطيكم نصائع ممكن انها تفيدك ان شاء الله لما تبلش تلعب او بلش من هلأ ما توقف اه موضوع جدا ازي ايزي مو زي زمان مثلا كان زمان صعب تلعب على اوروبا وهات صعب لانه كل استرمرية بلعب على اوروبا كل اللي برفو على برفو على التوب بلعب اوروبا اه بدك تلعب على الرجي بي هو اسهل سيرفر ممكن تلعب عليه سواءكم تليفون او محاكي وغن كنت هنا من هذا الفيديو الاسطوري اتمنى انك تدعمني باللايك الاسطوري الزيك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اجل الفيديوهات قبيب القلب ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمة كما اخوكم زيادة والسموكر من القناة متسابق للعاب منشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بامان الله الاكون ست اطلع중 يجيل يجيل جعل من المصير هناك فوق لديك فوق لديك فوق باستنوى خامة خمس خمس لا مش هنضرب. انت ضربت بحى حتى اطلع انا هناك اثنين تحت قليلين فضرين هاي هناك اثنين من هنا هرام هرام الله اكبر الخد كفر خد كفر ساعة هنCreقض من شوف تنظر كانت من فدنا اي حاجة افضل اي مصاب انا اتذكر ان احب ساعدك فقط احبك شكرا اجل 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 هل يجب أن تهيئني بغزالة؟ مرحباً انتظر شكراً أنا لا يشاهد افتح الباب افتح الباب بقيت 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 لابد بقيت بقيت انت اضل اشترك اتحرك 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 ده وحطفونا هنا هنا وحطفونا هنا تدامج تدامج شكرا تدامج 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 تجل تقرط بها scientists المترجم للقاء ان استطيع الوقت كلا المترجم للقفة اوائل انت متنقس جاءنا اتباعنا موسيقى